السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا بكم أعزاء الطلبة في حصة جديدة للغة العربية درسنا اليوم قصيدة بعنوان يافا الجميلة لنتعرف أولا إلى شاعر قصيدتنا وهو محمد مهد الجواهري شاعر عراقي ألقى هذه القصيدة بيافا بمناسبة تكريمه أما جو النص تتحدث القصيدة عن رحلة الشاعر من بغداد إلى يافا واصفا شوقه الشديد لمدينة يافا أيضا أشار إلى أن الوطن العربي أرضه واحدة لكنه يتحسر على تفككه وتمزقه نبدأ قصيدتنا بالبيتين الأول والثاني يقول الشاعر أقلتني من الزوراء ريح إلى يافا وحلق بيعقابه كأن الشوق يدفعه فيذكي جوانحه من النجم اقترابه في هذين البيتين يشير الشاعر إلى كيفية وصوله من بغداد إلى يافا مع الريح والمقصود بها الطائرة وفوق العقاب وذلك بسبب شدة شوقه لمدينة يافا أما الصورة الفنية فقد صور الشاعر الطائرة التي يركبها بطائر العقاب السريع الذي أوصله إلى يافا أما المعاني الزوراء الأرض الواسعة والمقصود بها أرض بغداد في العراق عقاب من كواسر الطيور يذكي بمعنى يدفع ننتقل إلى الاستخراجات أقلتني فعل ماض ولياء مفعول به ريح فاعل مؤخر كأن حرف تشبيه ونصب الشوق اسم كأن منصوب بالفتحة ننتقل إلى البيتين الثالث والرابع ولما طبق الأرج الثنايا وفتح من جنان الخلد باب نظرت بمقلة غطى عليها من الدمع الضليل بها حجاب في هذين البيتين يقول الشاعر عندما وصلنا إلى يافا بدأت أشتم عبيرها أي أريجها الجميل وأرى طيبة مزروعاتها وقد ذكره هذا الجمال بجمال وطنه العراق وتمزق الوطن العربي فامتلأت عيناه بالدموع أما المعاني التي وردت في البيتين السابقين الأرجو الرائحة الطيبة الثنايا أي الأماكن مقلة وهي العين أما الاستخراجات طبق فعل صحيح مضعف نظرت فعل ماض غطى فعل معتل ناقص نأتي إلى البيت الخامس وقلت وما أحير سوى عتاب ولست بعارف لمن العتاب في هذا البيت يتحير الشاعر لمن يوجه العتاب على هذه الحدود أهوى للحكام أم للشعوب وذلك بسبب افتراق الدول أو تمزقها عن بعضها البعض أما في البيتين السادس والسابع يقول الشاعر أحقا بيدنا اختلفت حدود وما اختلف الطريق ولا التراب ولا افترقت وجوه عن وجوه ولا الضاد الفصيح ولا الكتاب أما في هذين البيتين يتساءل الشاعر هل حقا هناك حدود بين دول الوطن العربي مع أن المتأملة يرى الأرض نفسها والدم العربية واللغة والدين نفسها المعاني أحير أي أشعر بالحيرة الضاد قصد بها اللغة العربية الكتاب وهو القرآن الكريم أما الاستخراجات قلت فعل ماض وهو فعل معتل أجوف من الفعل قال أحقا أسلوب استفهام نأتي إلى البيت الثامن والتاسع لئن حم الوداع فضقت ذرعا به واشتف من مهجتي الذهاب فمن أهلي إلى أهلي رجوع وعن وطني إلى وطني إياب في هذين البيتين عندما حان موعد العودة إلى العراق لم يحتمل الشاعر موقف الوداع وفقد مهجته أي قلبه وعزاؤه الوحيد الذي خفف عنه ذلك الموقف هو أنه ينتقل بين أهله وبين وطنه أما الصورة الفنية فقد صور الشاعر الوداع بشيء لم يطق احتماله المعاني ثم بمعنى اقتربة دقت ذرعا أي لم أطق مهجتي تعني روحي إياب رجوع وهنا نكون قد أنهينا درسنا لهذا اليوم أرجو أن تكونوا قد استفدتم ودمتم سالمين